المختطفون والمعتقلون والسجناء أصبحت قضيتهم هماً مؤرقاً لكل اليمنيين عدا أطراف الصراع التي لا ترى فيهم سوى ورقة تفاوضية خصوصاً ميليشي الحوثي التي تحتجز الآلاف في ظروف لا إنسانية ما ضعف خوف الجميع الآن هو الخوف من تفشي وباء كورونا في البلاد ووصوله إلى المعتقلات وإزاء ذلك فقد أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية لإنقاذ جميع السجناء والمعتقلين في سجون اليمنية تحسباً من جائحة كورونا التي تفتك بكثير من دول العالم الحملة التي انطلقت عصر أمس وتستمر لمدة يومين طلبات وتطالب بالتحرك العاجل للضغط على كل الأطراف المعنية في اليمن للإفراج عن جميع المحتجزين وتحريك مبادرات إنسانية عاجلة بهذا الشأن قبل فوات الأوان وفق ما ورد في بيان الحملة القائمون على الحملة وجهوا أيضاً دعوة لجميع النشطاء وسائل الإعلام للمشاركة الفاعلة انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية نحو هذا الملف الإنساني يأمل القائمون على الحملة ومثلهم الآلاف من أهالي المختطفين والمعتقلين أن يحرك هذا النداء ضمائر أطراف الحرب الذين ما زالوا في غفلة حسابات المصالح الضيقة كما يرجون أن تحقق الحملة هدفها وتخلق رأياً دولياً ضاغطاً وأن يصبح الإفراج عن المعتقلين على رأس أولويات الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن